البرلمان اللبناني من سنة 2005 عضو في البرلمان اللبناني حتى الان 2016 وطبعا شقيقة الحرير وسعى الحريري طبعا والتصويت لميشيل عون لانه حصل توافق ما بين سعد الحريري وميشيل عون واعلن سعد الحرير اللي هو زعيم طيارة المستقبل بدعم ميشيل عون لرئاسة الدولة اللبنانية كان هناك خلافات بين مسألة مين يترشح لدرجة انه كان سمير جعجع كان طرح اسمه وترشح وطلب منه سحب الترشيح من بعض الدول العربية القريبة من جعجع وكان مرشح ايضا سليمان فرنجية اللي كان قدامنا في الصورة لخوض هذه الانتخابات وكان حصل فرنجية على دعم ايضا فرنجية قريب من سوريا وعون قريب من ايران ايران وحزب الله وحصل توافق ما بين طبعا ايران عون مرشح ايراني وانا بقول لحضر لكم ايران كانت اول دولة اعلنت انه بترشحه من سنتين تقريبا ولكن حصل شد وجذب كتير في البرلمان والبرلمان فشل على مدى سنتين ونص اللبناني انه اعقد جلسة لانتخاب الرئيس جديد النهاردة عقدت هذه الجلسة ولكن تم انتخاب الرئيس اللبناني ميشيل عون لعمره 83 عاما 83 عاما يتولى اليوم رئاسة لبنان الشقيق بنقول لهم الف مبروك ربما يحصل طبعا سعد الحريري يأتي رئيسا للحكومة وده الاتفاق اللي حصل لرئاسة الحكومة انه يكون من السنة وهو سعد الحريري رئيس الحكومة المرتقب ولكن السؤال الدائر في لبنان النهاردة الاين تسير الدولة اللبنانية